بسمك اللهم وبحمدك وصل اللهم على سيدنا محمد النبيك وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا فيما ينبغي أن يسلب عنه عز وجل ويأبى العقل أن يتصف واجب الوجود بها وهي صفات الناقصات أو صفات النقص التي ينزه عنها المولى عز وجل وكان كلامنا بالخصوص حاول ما يسمى بالتركيب أو الجسمية أو خصائص الجسم فنفينا عنه الجسم والجسمانية والتركيب ونحن نافونا عنه التركيب بأقصامه رددنا كل هذا إلى لفظ مقدس وإلى معنى شريف أسميناه بالتوحيد الذاتي الأحدي أسميناه بالتوحيد الذاتي الأحدي هو أحد بسيط لا تركيب فيه ولا مركب في الذهن ولا في الخارج انتهى قال ولا يتحد بغيره لامتناع الاتحاد المطلوب إذا كان ميرئ معنا إشارات إلى هذا المعنى يقول إذا نفيت التركيب بين أجزائه فهل يلزم منه أن يمتنع التركيب مع غيره هذا الربط بين الموردين يعني أن لا يكون له أجزاء تجتمع فيتركب منها هذا الكل هل يلزم منه كمان عدم إمكان أن يكون هو جزءا لغيره غيره؟ قال بلا شك ولا ريب التركيب بكل أصنافه من خصائص الممكن وربنا تعالى لا إمكان بمعنى من المعاني ينسب إليه عز وجل فالاتحاد بمعنى صيرورته مع غيره شيئا أو اتحاد أشياء مستقلات فيما بينها ليكون هو الإله أعيد أن يتحد المولى سبحانه وتعالى بغيره يعني هو الله هو الرب هو واجب الوجود يتحد مع غيره كما الدعى ذلك بعضهم بالنسبة لعيسى عليه الصلاة والسلام على نبينا وآله أو كما ينسب ويدعى لاتحاد المولى بأمير المؤمنين علي والعياذ بالله وهو كفر بالله الحميد على كل حال سواء هذا المعنى من الاتحاد أو لا إن أجزئن كائنات مستقلات تتحد فيما بينها لتشكل ربا كالأقانيم مثلا كالأقانيم يعني رب وابن وروح مستقلون يتحدون فيشكلون إلها على كل أنحائها باطلة قال المصن الشارح قال الاتحاد على نحوين وشو أصدق بالنحوين يقول ما معنى الاتحاد والصيرورة الاتحاد يا أخي مأخوذ من كلمة الوحدة والوحدة قصيم للإثنينية بعرضها لا تجامعها لا تجتمع معها لا تقارنها الوحدة من صنف والإثنينية من صنف بعبارة الوحدة شيء والتعدد شيء آخر مفهوما متغيران مفهوما هما إثنان مفهوم الوحدة غير مفهوم التعدد أقول الاتحاد ما يعني سيرورة الشيء نفسه هذا مش اللي عم نحكي عنه على الإطلاق لأن هذا باطل من تحصيل الحاصل فهذا هو هو والسلام كان فيه وهم بأنه ليس إياه انتهى سيرورة الشيء نفسه يعني ارجاع الشيء إلى نفسه هذا باطل يعني لا قيمة له اثنان لا سيرورة الشيءين واحدا هذا هو المراد من الاتحاد أقول فأعقله على نحوين أصنفه على نحوين بتصنيف مجازي بمعنى السيرورة بمعنى السيرورة والوصول إلى ناتج كما يقال كما يقال صار الماء هواء وصار السائل ثلجا هو السيرورة هذه بالدقة العقلية لا صار الماء ماء متجمدا بالحرارة بالبرودة والسلام صار الماء هواء لا انتشر الذرات الماء في الهواء بالدقة هكذا الصيرورة بهذا المعنى المجازي نقبلها أما هذه ليست من الصيرورة المدعات فإذا كان من هذه الصيرورة المجازية فإن المجاز بعيد الخيال يجعل ويصنع ويفرض ويرفض وليس له دأب في التعاريف العلمية بعبارة أوضاح في مقام التعريف والتصنيف والقسمة لا مجال للمجاز بالعكس بالعكس التعاريف والتصانيف والحدود لها ماهيات مركبة من جنس وفصل قريبين حد تام فما لنا بهذا المصطلح العقائدي وللمجاز نعقل المجاز نصنف المجاز في الصيرورات والاتحادات وإلى آخره أقول أنا أنت ما هذا المعنى؟ مجازي أنت قمر مجازي وأنت 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 مجاز هذا ليس من الاتحاد في شيء أنت تصير ملاكاً ما معنى هذا الكلام؟ هذا ليس بالدقة أنت الإنسان تكون بوحدة المناطي والرفعة ملاكاً شوفوا المحذوف وهكذا نعقل المجاز في الصيرورة والاتحاد لكنه أينه من مقامات التعاريف العلمية فلا يقصد في التعاريف العلمي أي مصطلح مجازي انتهى أما التعريف الآخر للاتحاد وهو المراد به الاتحاد الحقيقي شو مراد بالاتحاد الحقيقي؟ ركز اتحاد بعد كونهما شيئين يعني جعل المتكرر واحداً باطل انطلقنا قبل قليل من كونهما مفهومين متغيرين خصائص الذات القابلة للتكرار أو المتكررة غير خصائص الذات المتحدة أقول ذات تميزت بالزمان والمكان والخصائص وأخرى مثلها صارا شيئاً واحداً شو يعني صارا شيئاً واحداً؟ صارا شيئاً واحداً بإلغاء الخصائص المميزات فإن قلت نعم قلت هذا مستحيل وإن قلت ليش مستحيل؟ لأنه إلغاء الميزات هي التي جعلت كيانها وإن قلت لا من دون إلغاء الميزات أقول لا اتحاد طالما هما ما زالا متميزين عن بعضهما فأي اتحاد؟ فأعيد الاتحاد المعقول يعني معنا متصور الاتحاد المعقول غير موجود والاتحاد الموجود غير اتحاد والسلام انتهى الاتحاد الذي يمكن أن يسميه العقل اتحاداً هو مستحيل الحصول مستحيل الحصول وما يقبل العقل وجوده ليس اتحاداً إنما هو امتزاج انمزاج بالمجاز وليس له من الحقيقة والدقة العقلية نصيب هذا معنى الاتحاد بالنسبة إلى المولى تبارك وتعالى فكل الاتحاد عليه مستحيل بأي نحو من الانحاء المجازي والحقيقي لا تجوز مع الذات الشريفة لا مجاز معها إذ لن مزاج بينها وبين غيرها إذ لم تزاج بينهما قال أقول الاتحاد يقال على معنيين مجازي وحقيقي وما تراه من دعاوى الاتحاد مجازي كما أن يدعى لك أنت وفلان شيء واحد فهو سيرورة الشيء شيئا آخر بالكون والفساد شو يعني؟ يعني يقول ارجع إلى الدقة فإن العقل قائل بعدم الاتحاد الحقيقي سيرورة الشيء شيئا آخر يعني بالتحول بالتحول للجسم آخر بالكون يعني صار أو بالفساد يعني العدم إما من غير إضافة شيء آخر كقولهم صار الماء هواء وصار الهواء ماء يعني فسد شيء إذا صار هواء أو تقلص شيء فصار ماء الهواء اجتمع إيه؟ فصار ماء هو بالدقة الهواء صار ماء كما يقال صار أو بإضافة شيء صارت ترابطينا بانضياف الماء إليه هذا معنى الاتحاد هذا مجازي جمع حقائق وعناصر أما الحقيقي يعني ما يقال منه الاتحاد الحقيقي فهو سيرورة الشيئين الموجودين شيئا موجودا شيئا واحدا موجودا ركز معه سيرورة الشيئين الموجودين يعني المتكونين يعني المشخصين ومن أهم المشخصات لهما الزمان والمكان إذا تقرر هذا فاعلم أن الأول مستحيد عليه قطعا لاستحالة الكون والفساد عليه والتحول يعني وما يفرض فهو مجاز والمجاز لا تعريف علمية فيه أما الثاني فقد قال بعض نصارى إنه اتحد بالمسيح عليه السلام فإنهم قالوا اتحدت لاهوتية الباري مع ناسوتية عيسى عليه السلام وقالت النصيرية إنه اتحد بعلي عليه الصلاة والسلام وكلاهما يعني كلا الأمرين كفر بالله العظيم لا يجوز الاعتقاد بهما ومن اعتقد بهما فقد أنكر أو أشرك يعني إما يؤدي به إلى إنكار الله تبارك وتعالى أو إلى الشرك بأبشع صوره وكلاهما كفر في ديننا وقال المتصوفة إنه اتحد بالعارفين فإن عنو غير ما ذكرنا يأتي والحمد الله رب العالمين